رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باترس موتسيبي يحدد اليوم السبت الشروط التي بموجبها سيتم اسناد تنظيم بطولة كأس الامم الافريقية الكان سنة 2025 طبعا عوضا لغينيا اللي قدمت انسحابها من التنظيم لبطولة كأس الامم الافريقية الكان 2025 باترس موتسيبي خرج علينا النهاردة بتصريحات تؤدي الى معرفة الشروط التي سيتم اسناد البطولة من خلالها او تنظيم البطولة من خلالها لست الدول المرشحة لاستقبال وتنظيم البطولة حدد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باترس موتسيبي اليوم السبت الشروط التي بموجبها سيتم اسناد تنظيم منافسة كأس افريقيا 2025 لإحدى البلدان الستة المرشعة وقال متسيبي في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية ست بلدان افريقية تسعى الى تعويض غينيا لتنظيم منافسة كأس افريقيا في 2025 وتتمثل في المغرب الجزائر جنوب افريقيا زامبيا البنين ونيجيريا وكان رئيس الكاف قد اعلن في 30 سبتمبر الماضي سحب تنظيم الكان 2025 من غينيا بسبب عدم جهزيتها لاستقبال المسابقة القرية واوضح الدولة التي سيسند اليها تنظيم كأس افريقيا يجب ان تقدم افضل عرض على مستوى النقل والخدمات اللوجستيكية والفنادق فضلا عن ملاعب جميلة يبقى عندنا مستوى النقل وسائل النقل والخدمات اللوجستيكية والفنادق والملاعب اللي هيتم طبعا تقدمها في الملف واتم حديثه قائلا ستتاح لكل منطقة فرصة لتنظيم الكان لا يمكننا منح تنظيم البطولة لنفس المنطقة بشكل متوالي وسيكون مسؤول الكاف بجولات تفقدية لجميع البلدان المرشحة هذا الشهر في انتظار الاعلان الرسمي عن اسم الدولة التي ستفوز بحق استضافة وتنظيم كأس الامم الافريقية 2025 يوم 10 فبراير المقبل يبقى سيتم اعلان الدولة التي ستنظم كأس الامم الافريقية 2025 يوم 10 فبراير القادم 2023 ست دول متقدمة للترشح او متقدمة لتنظيم بطولة كأس الامم الافريقية وهي المغرب والجزائر وجنوب افريقيا والزامبيا والبنين ونيجيريا قولنا توقعاتكم مين يقدر يفوز بتنظيم كأس الامم الافريقية 2025 في الفترة اللي جاية يوم 10 فبراير هنعرف الخبر انا اتوقع لن يخرج التنظيم او لن يخرج اثنات تنظيم البطولة عن ثلاثة دول المغرب الجزائر جنوب افريقيا هم الثلاث دول اللي ممكن يكونوا مستعدين بشكل مطلوب او بشكل مميز لاستضافة هذه البطولة الكان 2025 ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة